السؤال اللي انا عارف انه حضراتكم مهتمين بجدا حاجتين السؤال الاول هو القصة دي حطول لامتى يعني هنفضل في القصة دي امتى لانه تبعاتها طبعا الاقتصادية واجتماعية علينا طويلة والسؤال التاني اللي متعلق مباشرة بالسؤال ده طب هو من وجهة نظركو او من وجهة نظر الدكتور سامير فرج ايه اهداف روسيا لان روسيا كما كانت الطرف الذي بدأ الحرب في اعتقدنا هي ايضا الطرف الذي سينهي الحرب او سيتخذ قرار بوقف العمليات العسكرية تمام سؤالة جميل كان بيكلمني من كم يوم صديقي اللي هو حسن ما ميش اه بفكرني واحنا بنندس برة قال لي فاكر جنرال بوفر كان بيقول ايه وكان بيعلموننا برة مين دي جنرال بوفر ده؟ جنرال بوفر ده مفكر فرنسي عظيم من احسن المفكرين العسكريين فعلا يا حلو قالك ايه بقى كانوا بيعلمونا واحنا في فترة التخطيط احنا بناخد يعني سيشن او تيرم للتخطيط كويس لما تيجي تخطط العملية يجب ان تخطط كيف ستبدأ العملية الوجومية وكيف ستنتهي كيف ستنتهي كمان تنتهي اللي انت قلته اه عشان كده النهاردة لازم روسيا محددة اه انا بقول انها مش هتقعد اكتر شهرين شهرين ونص ليه بعد كده هتبان العواقب الاقتصادية فياجب ان روسيا تخلص شهرين شهرين ونص وتلملم المعملية وتعمل اتفاق واقف اطلاق النار وممكن تسحق بلوق حقات اهدافها وتتشال عنها العواقبات الاقتصادية حيلا اكتر من كده هتبقى في مشكلة عشان كده كلمة بوفر دي حقيقي زي ما انت قلت الوقتي ان لما خططه في العملية وزي ما قلت التوجيه الاستراتيجي انها تبدأ العملية هم كذا وتنتهي في خضون 8 اسابيع 9 اسابيع ما يزودش اكتر من كده لان بتاع الراجل بتاع المال اللي عندي وبتاع التامين يقول له ما اقدرش يا فان اكتر من كده استحمل فيا وزير الدفاع وانت بتخطط للعملية الهجومية قدامك شهرين ونص وتنهي حلوة تمام بيجي نتكلم بقى على انت بتقول لي العملية دي يعني هدفة ايه بتاع روسيا روسيا طلبت الكلام ده بقى لها 4-5 قيام واحد تحييد اوكرانيا تبقى دولة محايدة وما يبقاش فيها عندها اكتر من 40 ل 50 الف عسكري ده واحد انها توقع على اتفاقية انها لن تنضم الى حلف الناتو او اي حلف وهم اثاروا على كده لانه يمكن الناتو يجي وبقى يعملين حلف عبدالساميع يقولك انت قلت الناتو لا صح فده قالك اي حلف اخر كويس رقم 3 تحترف بشرعية روسيا بشيء بجزيرة القرن تمام تحترف انها استقلال لوجانسك ودونيسك اللي هم جمهوريتين اللي هم انفصلوا ده هو المطالب بتاعة روسيا اخيرا الاخ بتاع اوكرانيا زنانسكي انبارح قال ايه اه والله احنا اه ما عندناش منع ان احنا نمضي على تعاعد ان احنا مش هنضم للناتو بس ناخد اه اه الضمانات اللي ما قلتش كده من اول يوم لايه ده انت لو قلت يوم 23 ما كانش الهجوم بدأ صح تمام ما هو انا عايز اعرف برضو بناءا على التغيرات العسكرية اللي حصلت على ارض الواقع دي يا دكتور سمير عايز تحليل حضرتك للتصريحات زنانسكي اللي بيقولها بين الوقت والاخر انها الحقيقة محيرة تصريح تحس انه اميل الى الانهزامية والاستسلام وانه خلاص بيسلم نمر او بيسلم ورق وتاني يوم تصريح فيه نوع من المقاومة كأن حد الداله يعني قبلة دعم وكده وقبلة مسندة وكده هو اللي عملت روسيا خلال السباعة الماضية دي عملت ايه تغيرها على الارض الواقع طيب نشوف بقى نشرح للناس اول خريطة عشان بسرعة كده اه طيب كان بخياتنا بسرعة النهاردة دي الخريطة الاولينية اوكرانيا باللول الاصفر اي فوق روسيا باللول الاحمر روسيا رفضة ان اوكرانيا يتيجي اي قوات من بره تخش عليها مفهوم تحت فيه شي بجزيرة القرم دي روسيا خدتها الفين واربعتاشر والد بتاعتي والد بتاعتي صح وفيه فوق كده المعشر على اليمين اللي هم لجانس ودونسكي دولة جمهورتين استقلوا ما حدش اعترف بيهم غير روسيا صح يوم بقى من يوم عشرين الخريطة اللي بعد كده حصل نقول ايه تجميع للقوات ودي طالع من سي ان 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 مش ليبقى من عندي يعني اي سي ان 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 قلت لك ان ده تجميع القوات الروسية اللي هتهجم على اوكرانيا النهاردة هتامر اخمار اصطناعية بتعري العالم معروفة دي ايه فرقة مدرعة فرقة ميكانيكي مدفعية فكان التجميع ده كله بيقول هتهجم لان دي اوضاع هجومية اي مقدم في اركان حرب اي مقدم في اركان حرب ايلك ده اوضاع هجومية ممتاز بدأت العملية الهجومية باللوحة التانية باربع اتجاهات اه اتجاه الاولاني من شبي جزيرة القرم رقم واحد عند خريسوني اللي تحت الاتجاه التاني عند منسك اللي موجودة لقم اتنين الاتجاه التالت عند خاركيف والاتجاه لقم اربعة من روسيا على عشان يحتل لكيف تمام تمام دول كانوا الاربع اتجاهات اللي كانت روسيا مركزة عليهم وكان هدف الروس تدمير البنية الاساسية في الخمس سيام الاولين ونجحوا تدمير جميع مركز القيادة الرادارات المطارات الطيارات كله ومشوفناش معركة فوق الارض في هذه الفترة فوق العمليات مزبوط